السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي فيديو جديد يوم ان شاء الله اخوتي اخوتياتي نتقسم معكم هالطويجين بالدجاج والبطاطة والزيتون كي يجي من آلد وأروع ما يكون كي يجي ببنين بالزيف مهم ما نطورش عليكم منذ الوصفة مباشرة بسم الله على بركة الله عندي هنا يدجاج كما كتشوفوا معي ره مغزول مزيال ونقي ونشفر هنا بالنسبة للتوابين غنضيفوا شوية ديال الملحة شوية ديال التحميلة او البابريكا البزار الخرقوم البلدي ووسكين جبير وهنا واحد ربع مكعب ديال داما ديال الصفران بالنسبة للتوابين غنضيف كي يبقى على حسب الكمية ديال الجاج اللي عندكم ما يمكن نديروا التوابين يجيب بنين بالزيف هالطويجين هذا بسيط جدا ديال نسل الدراوش ولكيرال بنا منعودش لكم هنا غادي نضيف التومة محقوكة عندي اتقرب ان واحد جوج دروس ديال التومة محقوكين واحد او ربع حامضة مصيرة واحد جوج معنقة ديال القصبرون مع الدنوز الحامض مصير حيدوليه الأعدم وديرو بحساب الملحة ما تكتروش بزاف لانا عدنا الحامض المصير وما زال غادي نضيفو الزيتون المهم الملح دائما نديرو شوية بحالة الجاج هاكا اللي بتغميره ولا طويجين هاكا اللي كيكون فيه الزيتون وكنديرو الحامض المصير دائما نديرو بحساب الملحة ما نكتروش بزاف لانا عدنا حويش فرين فيهم الملحة بحال مكعب ديال الثامن الزفرح حتى هو كيكون مالح صافيه ودرت الماء وغادي نخليه مشرمل ممكن تخليه الوقت اللي بغايتو لي لكاملا ولم عندكم مش الوقت ساعتين ولا قد ما بقى مشرمل كيكون زوين فذيك التوابيل صافيه هنا في طاجين درت زيت الزيتون مخلطة مع الزيت النباتية هنخلطو شي شوية هاكا هاكا وهنا دفتو حد البصلة متوسطة مشالدة كيما كتشوفو هفعو غادي ندير دابة الجيش هادي نستفوه في طاجين ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديالي في الغسيل ديال الجيش نهائيا كتبقاش فيه نهائيا سبورة انا كنغسله بالحامض وسكين جبير وبعد مراز كندير فيه حتورة قدي السيدنا موسى ما نعودش لكم كي كتجيش فيه نهائي مكتبقاش فيه نهائي فورية يجيبنين بالده طفي غادي نغطي على الطاجين وغادي نخليه يتشحر على خاطره وما بين الطاجين والبوترة دروري كنديرو ديك الحديدة باش ما يترتقش لنا الطاجين طفي هنا يعمل لي اه تقلع ارا مرا مرا هاكا كنا كنحركو مرا مرا هاكا كنحركو اه تجيش كنقلبو جيه تحتا نيك ردو الفوق والفقا نيك ردو ال تحتاك احتا كي تشحر لينا كي تتقلع مزين طفي هنا عم ديال البطاطا مهم البطاطا ردرسها في ديك شوية ديال التوابل اللي بقات ليها اللي كنس مرا قدها فيها تجيش ديك الشرمولة هاكا وكنس تفول البطاطا مهم انا درس غير البطاطا هاكا وغادي نضيف الزيسون ها فيبقا لي هنا ديك شوية ديال الشرمولة هاكا غادي نخويها من الفوق انا ردرت الماء معه وتشدفت الماء لانه طبع لا نار مهيلة انتوما الى نشاف لكم الطاجين مرقوا بشوية ديال الماء طيب والنار تكون مهيلة الى درتوا النار مهيلة ما غادي نشتحشاجوا دعت مرقوا لكن في حالة نشاف لكم مهم مع المراقبة ضيفوا مرقوا بشوية ديال الماء طيب وردو البلاقة طفي هنا غضيت عليه وغادي نخليها طيب را ما كياخدش بزاف ديال الوقت مهمة اللي طاب ليه الطاجين خديت واحد شوية ديال زيتون حمر بدرتوه في الماء غير تلعت فيه الغالية وصفيتو وضفتو على الطاجين وضفتو واحد قريف ديال الحامض صفوه وخليتو على النار واحد الخمسة ديال الدقيق ومن بعد زينتو غير الشيط علي وحضرة الشخفيفة ديال قصبر والمعدنوس وكن قدموه بصحة والراحة كيجي معلك وبنين ما تشبعوش منه ويلا عجبكم فيديو فضلا وليس امرار ما تتسوش انكم ستارتجيوا مع الاهل والاحباب بيش عم فائدة ما تنسونيش منوحة الجيم للتشجيع ومن قوليكم فيديو شديد مستنى ومن قوليكم فيديو شديد مستنى